بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلِّف الشيخ أبو النجا موسى الحجَّاوي رحمه الله تعالى كتاب الرضاع قال الشيخ صالح البليه رحمه الله الرضاع لغةً مصُّ اللبن من الثدي الرضاع لغةً مصُّ اللبن من الثدي وشرعًا مصُّ من دون الحولين الطفل الذي هو دون الحولين لبنًا ثاب عن حملٍ رضع لبنًا تولَّد عن حملٍ أن تكون المرأة حامل ولها لبن ورضع من لبنها مصُّ من دون الحولين لبنًا ثاب عن حملٍ أو شربه قال رحمه الله يُحرِّم من الرضاع ما يُحرِّم من النسب وهذا بالإجماع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في بنت حمزة رضي الله عنه لا تحلُّ لي يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب هي بنت أخي من الرضاع متفقٌ عليه واللفظ للبخاري وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع ما يحرم الولادة قال والمحرِّم خمس رضاعات في الحولين الرضاع الذي يحرِّم خمس رضاعات والطفل دون الحولين إذا رضع خمس رضاعات وهو دون الحولين تُصبح المرأة أمًا له وزوجها أبٌ له يحرُم من الرضاع ما يحرم من النسب بالنسبة للرضيع قال وهو قول عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وبه قال الشافعي رحمه الله وهو اختيار بن القيم وطاووس وعطاء وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والليث بن سعد رحمهم الله وقال ابن هبيرة في الإفصاح رحمه الله وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله رضعةٌ واحدة تُوجِب التحريم ولكن القول الأول ورد به الدليل خمس رضعات وقال النووي رحمه الله وقال جمهور العلماء رحمهم الله يثبُت برضعةٍ واحدة يعني التحريم دليلنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمنا ثم نُسِخنا بخمسٍ معلومات فتُوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقرأ من القرآن ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنساء رحمهم الله فخمس رضعات يُحرِّمنا إذا كان الطفل دون الحولين وفي صحيح مسلم ويكون اللبن ثاب عن حملٍ أن تكون المرأة حامل وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أم الفضل رضي الله عنها مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تُحرِّموا الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان وفي لفظٍ لا تُحرِّموا الإملاجة أي المصة ولا الإملاجتان ورواه الإمام أحمد رحمهم الله قوله في الحولين أن يكون الرضيع دون الحولين وهو اختيارُ ابن القيم رحمه الله وبه قال الثلاثة رحمهم الله إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يُثبِت التحريم إلى حولين ونصف ومالك رحمه الله استحسن الزيادة اليسيرة على الحولين كشهر فقال يثبُتُ بها التحريم على كل حال الله تعالى قال الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يُتم الرضاعة وروى الترمذي رحمه الله وصححه عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُحرُم من الرضاع لا يُحرِّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام إلا اللبن الذي يجري فيه العمعاء من الثدي ويكون قبل الفطام أي قبل الحولين قبل أن يُفطم الطفل يعني قبل مُضيِّ الحولين رواه الحاكم وصححه ورواه ابن ماجه من حديث الزبير ورمز له السيوطي بالحسن رحمهم الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا يُحرِّم من الرضاع إلا ما كان في الحولين يعني الطفل لم يتم له حولان رواه البيهق والدار قطني رحمهم الله وحسن بن القيم رحمه الله إسناده ورواه سعيد بن منصور رحمه الله موقوفا عن قول الصحابي رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يُتمى بعد احتلام بعد يُتم حولين الرضاء لا يُحرِّم واليتيم إذا بلغ لا يُسمَّى يتيما ينتهي اسم اليتيم حتى البلوغ فإذا بلغ الطفل لا يُقال له يتيم ما كانت دون البلوغ يُسمَّى يتيم لا رضاع بعد فصال بعد الحولين ولا يُتمى بعد احتلام رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله وعن عائشة أم المُؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال من هذا؟ قلت أخي من الرضاع قال يا عائشة انظرنا من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة أي الرضاعة التي تُحرِّم ما زال الطفل يشبع من اللبن يعني في الحولين وأما الرضاعة بعد الحولين لا يُحرِّم وفي صحيحي مسلم رحمه الله أن امرأة أبي حذيفة رضي الله عنها وعنه قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة رضي الله عنه منه شيء فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه حتى يدخل عليك تقدم من الأدل السابقة أن الرضاع الكبير لا يُحرِّم وأما هذا فهو خاص سالم كان متبنى لأبي حذيفة تربى عندهم وهو صغير ثم بلغ فلما بلغ كان أبو حذيفة يعني يتأثر من دخوله فعند ذلك امرأة أبي حذيفة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه حتى يدخل عليك ولكن هذا خاص وأما رضاع الكبير فلا يُحرِّم وأما هذا خاص بما ورد فيه الدليل واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن رضاع الكبير يُحرِّم إذا كان ثم أي هناك حاجة لقصة سالم وقال الأئمة الأربعة والجمهور رحمهم الله لا يُحرِّم رضاع الكبير لا يُحرِّب وهو قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول أذواج الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه سوى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين واختار الشيخ من تيمية رحمه الله أيضا أن الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان دون الحولين قال والسعود والوجور السعود هو وضع اللبن في الأنف السعود وضع اللبن في الأنف والوجور هو وضع اللبن بالقوة في فم الطفل والسعود والوجور ولبن الميت والموطوئة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زناء محرِّم إذا وضع اللبن بأنف الطفل أو السقية بالقوة وكذلك لبن الميت إذا رضع الطفل من الميت والموطوئة بشبهة رضع من المرأة وطئت بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زناء محرِّم أخرج أبو داود والبيهق رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا رضاع إلا ما أنشذ العظم أي قوى العظم وأنبت اللحم يعني الرضاع في الحولين هو الذي يؤثر في الطفل اللبن في الحولين يتقوى به الطفل وأما بعد الحولين لا يحرِّب وحديث الصحيحين رحمهم الله إنما الرضاعة من المجاعة يعني حينما يشبع الطفل من الرضاع وهو إذا كان دون الحولين عمومه لا ينافي التغذية بالسعود والوجور وبهذا قال الثلاثة وأكثر العلماء رحمهم الله قال ابنه بير رحمه الله في الإفصاح واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعود والوجور قال وعكسه البهيمة إذا رضع من البهيمة وغير حبلة رضع من امرأة غير حامل ولا موطوءة لم يقربها زوجها فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وأما إذا رضع من البهيمة أو من المرأة غير الحبلة أو الموطوءة وليست موطوءة فرضاعها لا يحرم وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما زوج المرضع زوج المرضع يصبح أبا للرضيع وأولاده إخوان للرضيع يعني خاص بالرضيع الرضيع نفسه يصير ولدهم فزوجها أبوه وإخوانه إخوانه وهكذا دون أبويه أما أبو الطفل الذي رضع ما يدخل في ذلك أبوه ما له شغل ما رضع وأمه كذلك ما تخلت فالتحريم خاص بالرضيع الطفل الذي رضع وقوله غير حبلة ولا موطوء يعني أن تكون المرضعة ليست حبلة ولا وطئها زوجها فلبنها لا يحرم هذا المقدم في المذهب فلا ينشر التحريم وعن أحمد رحمه الله ينشر الحرمة وهو قول بن حامد وابن أبي موسى واختاره صاحب المغني وتبعه الشارح وهو قول لأمة الثلاثة رحمهم الله قلت وهذا القول أقوى لعموم الأدلة من الكتاب والسنة قوله وولد من نسب لبنها إليه هذا المقدم في المذهب أن لبن الفحل يحرم يعني زوج المرضعة يصبح أبا لذلك الطفل وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم والجماهير من العلماء رحمهم الله قال البخاري رحمه الله باب لبن الفحل يعني زوج المرضعة وقال ابن هبيرة رحمه الله واتفقوا على أن لبن الفحل يحرم يعني زوج المرضعة يصبح أبا للرضيع لأن اللبن يخلقه الله من المائين من ماء من منية المرأة ومني الرجل فاللبن مشترك فزوج المرضعة يصبح أبا للرضيع فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع المرأة المرضعة التي رضعت الطفل تجوز لأبي المرتضع أبو ذلك الطفل لأنه ما دخل في المحرمية للطفل فقط فتباح المرضعة لأبي المرتضع أبو ذلك الطفل وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع لأن التحريب خاص بالطفل الذي رضع ومن حرمت عليها بنتها ومن حرمت عليها بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كان الزوجة ومن حرمت عليها بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كان الزوجة قوله وولد من نُسب لبنُها إليه قوله صار ولدُها في النكاح الذي رضع صار ولدُها لقوله تعالى وأمَّهاتكم اللاتي أرضعنكم فالمرأة المرضعة صارت أم للطفل إذا رضع خمس رضعات وهو دون الحولين قوله دون أبويه وأصولهما وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله لأن التحريم يتعلَّق بالرضيع أما أبوه أمه لا يدخلون في ذلك فإذا الجمع بين المرأة وبنتها وبين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من الرضاع يحرم ذلك هذا قول أكثر العلماء يعني مثل النسب وابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد يوجه ويميل كشيخه تقي الدين إلى عدم التحريم قوله ومن حرمت عليه بنتها فإذا كانت المرضعة أمه أمه فالمرضع أخته وإن كانت المرضعة جدته فالمرتضع عمته وخالته وإن كانت المرضعة أخته فالمرتضع بنت أخته وإذا امتصل الطفل الثدي ثم ترك باختياره أو لشبع أو لتنفس ثم عاد مرة ثانية فهي رضع ثانية هذا المقدم في المذهب وعن أحمد رحمه الله إذا قطع التنفس أنه رضع ثم قطع الرضاء إلى أجل التنفس ثم عاد ولم يطول الفصل فالرضع واحد وهو قول الآمد وابن حامد وما شاء عليه صاحب الرعايتين وصاحب الوجيز رحمهم الله وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها كل امرأة أفسدت نكاحها نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كان الطفلة فدبَّت الطفلة فرضعت من نائمة وبعد الدخول فمهرها بحاله وإن أفسده غيرها قال قوله وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها وبه قال الثلاثة بل قال في المغني والمبدع بغير خلاف نعلم مثال ذلك أن ترضع امرأة زوجة الكبرى الصغرى أن ترضع امرأة زوجة الكبرى الصغرى قبل الدخول رجل تزوج تزوج بنتا طفلة فالمرأة الأولى أرضعت تلك الطفلة فلا مهر لها فلا مهر للكبرى لأنها المفسدة لنكاح نفسها ونكاح الصغرى بحاله لأنها ربيبة لم يدخل بأمها أما إذا كان ذلك بعد الدخول فيحرماني جميعاً الزوج الكبرى والصغرى لأن الكبرى من أمهات نسائه والصغرى ربيبة دخل بأمها وكذا إن كانت الزوجة طفلة فرضعت من أم الزوج أو أخته انفسخ نكاحها ولا مهر لها قوله وبعد الدخول فمهرها بحاله هذا المذهب لأنه بالدخول استقر واختار الشيخ لا يلزم الزوج إلا نصف المسمى قوله وإن أفسده غيرها مثاله رجل له زوجة صغرى وكبرى فارتضعت الصغرى من الكبرى وهي نائمة أو مجنونة فهذا الرضاع يفسد نكاح الكبرى لأنها صارت أم زوجته وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد الذي تسبب في إفساد النكاح مثاله رجل له زوجة صغرى وكبرى فارتضعت الصغرى من الكبرى وهي نائمة أو مجنونة فهذا الرضاع يفسد نكاح الكبرى لأنها صارت أم زوجته ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح إذا قال الرجل لزوجتي أنت أختي لرضاع بطل الكل نكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وإن أكذبته فلها نصف ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بين فلا تحريم قال وهو اختيار الشيخ من تيمي رحمه الله لكن قال تكون من المشتبهات فتركها أولى المسلم يجتنب الشبهات وشروط تحريم الرضاع خمسة أن يكون في الحولين أن يكون الرضاع والطفل في الحولين وأن تكون الرضاعات خمسا خمس رضاعات وأن يكون ثابعا حمل أن تكون المرأة التي أرضعت حامل وأن يكون من آدمية وأن يصل اللبن إلى الطفل مع منفذ معتاد قال المؤلف رحمه الله كتاب النفقات قال الشيخ صالح البليه رحمه الله والنفقات جمع نفق وهي لغة الدراهم ونحوها وشرعا كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة وسكن وما يتبع ذلك الأكل والشرب والكسوة والسكن يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنها بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع يعني النساء مختلفات إذا كانت المرأة من أهل الغنى فنفقتها يناسب حالها وإن كانت فقيرا فنفقتها حسب حالها يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنها بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة أي الغنية تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما ومن يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخد وللجلوس حصير جيد وزلي أي بساط وللفقير وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه وللمتوسط مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك عرفا وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجر الطبيب قال الشيخ صالح البليه رحمه الله قوله قوتا وكسوة وسكناها هذا بالاتفاق لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعة وقوله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام خطب الناس فقال اتقوا الله في النساء يعني لا تظلمهن فإنهن عوان عندكم أي كالأسير أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف وسئل عليه السلام عن حق الزوجة على الزوج فقال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت رواه أبو داود والنساء وابن ماجا والحاكم رحمهم الله عم معاوية ابن حيدة رضي الله عنه واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة وليست أيضا من مقدرة بل بحسب العادة والعرف قوله بحالهما هذا بحمد الله فيه توفيق وجمع بين الأدلة فمن ذلك ما تقدم قريبا مع قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفط مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها وعنه خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لأنه كان يعني بخيل فأذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف لا بالتبذير والإسراف لكن الشيء الذي لا بد منه ومن المعروف مراعاة حال الزوجين وعند الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله المعتبر حال الزوجة وعند الشافعي رحمه الله المعتبر حال الزوجة قوله وَزِلِّ الزِل بكسر الزاي واللام كما في القاموس وهو نوعٌ من البسط الزل البساط والمخدَّ والمخدَّ بكسر الميم يعني ما يوضع عليه الرأس عند النوم فصلٌ ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها إذا طلَّق الرجل زوجته وهو الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية التي بعدها الرجوع فمدَّة العدَّ نفقتها وكسوتها وسكناها على الزوج حتى تتم العدَّ والبائن أي المطلَّقة الطلقة الثالثة والبائن بفسخٍ أو طلاقٍ لها ذلك إن كانت حاملًا إن كانت المرأة حامل فلها النفق والسكنا إذا كانت حاملًا ولو كانت طلاق بائن والنفق للحمل لا لها من أجله لقوله تعالى وَإِن كُنَّ أُولَاةِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِن حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن وهذا بالإجماع إذا كانت حاملًا أما البائن غير الحامل فلا نفقت لها ولا سكنا على الصحيح من المذهب إذا طلَّقها الطلقة الثالثة وهي غير حامل فلا نفقت لها ولا سكنا لأنها لا رجوع لها طلاق بائن الثالثة وعن أحمد رحمه الله لها السكنا دون النفق وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة أم المُمِنين رضي الله عنهم وبه قال فقهاء المدينة السبع ومالك والشافع رحمهم الله وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لها السكنا والنفق وفقهاء المدينة سعيد بن المسيِّب وعروة بن الزبير والقاسب بن محمد وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هؤلاء الفقهاء السبعة إذا قال فقهاء سبعة فالمراد هؤلاء سعيد بن المسيِّب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هؤلاء الفقهاء السبعة دليلنا قوله تعالى وَإِن كُنَّا أُولَاةِ حَمْلٍ وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ وَأَبُوْدُ وَالنَّسَائِي رحمهم الله عن فاطمة بن تقيس رضي الله عنها قالت طلَّقَني زوجي ثلاثًا أي طلقة ثالثة فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سُكْنًا ولا نفَق لأنها غير حامل وهي مطلَّقة طلقة ثالثة وهو قول علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم وهو اختيار ابن القيم وقول الشيخ الإسلام تقي الدين رحمهم الله وبه قال كثيرٌ من العُلماء رحمهم الله أما الحامل لها النفَقة لأجل الحمل قال والنفَقة للحمل لا لها من أجله هذا المذهب النفَقة للحمل لا لها من أجله وعنه قول آخر أن النفَقة لها من أجله وللخلاف فوائد ذكر منها ابن رجب رحمه الله في القواعد وتبعه في الإنصاف ستة عشر فائدة منها أن تجِب النفَقة لزوجة ناشِذ على المذهب يعني إذا كانت عاصية وهي حامل فلها النفَقة وعلى الرواية الثانية لا تجِب ومنها أنها تجِب على المذهب لحامل من وطء شبهة أو نكاحٍ فاسد وعلى الرواية الثانية لا تجِب ومنها إذا لم يُنفِق الزوج لغيبته أو عسرته يعني ما عنده فعلى المذهب تسقط لمضي الزمان لأنها نفَقة قريب وعلى الثانية لا تسقط بل تثبُت في الذِّمَّة وقال الشيخ المتيمي رحمه الله تجِب النفَقة للباء الحامل من أجل الحمل وللحمل قال وهو مذهب مالك رحمه الله ومن حُبِسَت ولو ظُلماً أو نشَزَت يعني عَصَت أو تطوُّعت بلا إذنه بصومٍ أو حجٍ أو أحرمَت بنذر حجٍ أو صومٍ أو صامَت عن كفَّارةٍ أو قضاء رمضان مع سعةٍ أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت أي سقطت نفَقتُها قوله أو نشَزَت أي عَصَت اتَّفَق الأربعة رحمهم الله على أن الناشِذ أي العاصِية لا نفَقة لها قال في رحمةُ الأمة اسمُ كتاب واتفَقوا على أن الناشِذ أي العاصِية لا نفَقة لها وقال الشيخ أن تيمِي رحمه الله ينبغي في جميع صور الصوم أن تسقط نفَقة النهار فقط فإن هذا مثل أن تنشُز يوماً وتجي يوماً وقال عليه السلام لا تصوم المرأة وبعلُها شاهد إلا بإذنه أن صوم التطوُّع ليس للمرأة أن تصوم تطوُّع وزوجُها موجود إلا بإذنه رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله ولو بإذنه سقطت أي النفَقة وفاقًا لأبي حنيفة رحمه الله قلت الأولى أن يُقال بوجُوب النفَقة إذا كان السفر بإذن الزوج وهو قول مالك والشافِغ رحمهم الله وقال في المُقنِع ويحتمِل أن لها النفَقة وقال في الإنصاف وهو لأبي الخطَّاب في الهداية واختاره ابن عبدوس في تذكِرته ولا نفَقة وقال الشيخ وقال الشيخ ونتيمِي رحمه الله وقال الشيخ ونتيمِي رحمه الله في موضعٍ آخر تجِب النفَقة والسُّكنة لمتوفَّى عنها بشرط بقائها في بيت الزوج فعلى المُقَدَّم في المذهب لا تجِب النفَقة للمتوفَّى عنها ولو كانت حاملاً لأن المال انتقل إلى الورث ولكن تجِب النفَقة للحامل من نصيب الحمل فإن لم يكن فعلى وارث الحمل المُوسِر أي الغني قال ولا نفَقة ولا سُكْنة لمتوفَّى عنها ولها أخذُ نفَقة كل يوم من أوله لا قيمتَها ولا عليها أخذُها فإن اتفَقَا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مُدَّةً طويلة أو قليلة جازة ولها الكسوة كل عام مرَّة في أوله وإذا غاب ولم يُنفِق لزِمته النفَقة ما مضَى وإن أنفَقت في غيبته من ماله فبانَ ميِّتًا غرَّمها الوارث ما أنفَقته بعد موت فصلٌ ومن تسلَّم زوجته أو بذلَت نفسها ومثلُها يُوطَى يعني بنت التسع واجبَت نفَقتُها ولو مع صغر الزوج ومرضِه وجِنِّه وعنَّته وجُبِّه وعنَّته الجُبَّه وقطعُ الذكر والعنِّين والذي لا يقوم ذكر ولها منعُ نفسِها حتى تقبِض صداقَها الحال قولُه ومثلُها يُوطَى وهذا قولُ أكثر العُلماء والذي مثلُها يُوطَى وقالِبًا هي من تمَّ لها تسع سنين المرأة إذا تمَّ لها تسع سنين صارت أهلًا للحمل وقيلَ هي التي تحتمِل الوطن أي تحتمِل الجماع ومن تسلَّم زوجته أو بذلت نفسها ومثلُها يُوطَى يعني بنت التسع وجبت نفقتُها ولو مع صغر الزوج ومرضِه وجُبِّه وجُبِّه وعنَّته ولها منعُ نفسها حتى تقبض صداقها الحال قال ولها الكسوة كل عام قلتُ الأولى أن يكون ذلك على حسب العادة وبقدر الحاجة لأن العادة لها دخل بالشريعة الإسلامية قولُه لزِمه نفقة ما مضى وفي الإفصاح وهو قول مالك والشافعي وعنه تسقط بمضيِّ الزمان إلا أن يكون الحاكم قد فرضها وبه قال أبو حنيفة رحمه الله دليلُنا عموم الآيات والأحاديث الواردة في وجوب النفقة نفقة الزوجة وروى الشافعي والبيهقي رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجالٍ غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ولأنها محبوسة على زوجها وحقها واجبٌ مع العسار واليسار نفقة الزوجة واجبة مع العسار واليسار فلم يسقط بمضيِّ الزمان ومن تسلَّم زوجته أو بذلَت نفسها ومثلها يوطأ يعني بنت التسع وجبت نفقتها ولو مع صغار الزوج ومرضه وجبه المقطوع الذكر وعنَّته لا يقوم ذكره ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال قوله ومثلها يوطأ وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله والذي مثلها يوطأ غالبًا هي من تمَّ لها تسع سنين وقيل هي التي تحتمل الوطن يعني تحتمل الجماع فإن سلَّمت نفسها طوعًا ثم أرادت المنع لم تملكه أولًا سلَّمت نفسها ثم بعد ذلك منعت ليس لها المنع بعدما سلَّمت نفسها طائعة هذا أحد وجهين وهو المذهب والثاني تملك منع نفسها واختار بعض الأصحاب كابن حامد رحمه الله قلت والقول بهذا القول أولى لأنها سلَّمت نفسها بناءً على أن الزوج فيها ما هو ثابتٌ لها فإذا تبين خلاف ذلك جاز لها منع نفسها حتى تقبض صداقها وإذا أعسر بنفقة القوت أو بالكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح قوله فلها فسخ النكاح روي ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم وبه قال مالك والشافع رحمهم الله وعن أحمد رحمه الله لا يثبت الفسخ بالأسار وبه قال أبو حنيفة وكثيرٌ من العلماء رحمهم الله دليل المذهب قوله تعالى فإمساكم بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى يعني أن تتصدق وتبقي لنفسك ما تنفق به الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا يد المتصدق خيرٌ من اليد السفلاء السائل وابدأ بمن تعول ابدأ بنفقة الأهل والأولاد فقيل من أعول يا رسول الله قال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني جاريتك أي الأمال مملوكة تقول أطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني رواه أحمد والدار قطني رحمهم الله بإسنادٍ صحيح فأخرجاه بالصحيحين رحمهم الله وجعل الزيادة المفسر فيه من قول أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على براته قال يفرَّق بينهما ولكن عند المحققين أن هذا من قول سعيد بن المسيب يعني لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أعسر بنفقة القوت أو بالكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح فإن غاب ولم يدع لها نفق وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم لما رواه سعيد بن منصور رحمه الله عن أبي الزناد قال سألت ابن المسيب رحمه الله عن الرجل لا يجد ما ينفق أي يفرَّق بينهما قال نعم قلت سنة قال سنة قال ابن القيم رحمه الله وهذا ينصرف إلى سنة النبي عليه السلام فغايته أن يكون من مراسيل ابن المسيب المرسل ما رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمي رحمه الله وإذا تعذلت النفق من جهة الزوج فلها فسخ النكاح والفسخ للحاكم أما ابن القيم رحمه الله فعنده تفصيل يستحسنه المسنف فإن قال والذي تقتضيه أصول الشريعة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال يعني قال أنه كثير المال فتزوجها على ذلك فظهر معدما أي ظهر أنه فقير أو كان ذا مال وترك ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم أن لها الفسخ وإن تزوجته عالم بعسرته يعني أنه فقير أو كان موسرا ثم أصابته جائحة فلا فسخ في ذلك قال المعلق قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص في الرواية الأولى بيّنها ابن القطال وابن المواق وذلك أن الدار قطني أخرج من طريقي شيبانة عن حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني الحديث يعني فيه ضعف وعن حماد عن نحيا ابن سعيد عن ابن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفق التمرات قال إن عجز فرق بينهما ثم أخرج من طريق إسحاق ابن منصور عن حماد عن يحيا عن سعيد بذلك وبه إلى حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله قال ابن القطال رحمه الله ظن الدار قطني رحمه الله لما نقله من كتاب حماد بن سلم أن قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب وليس كذلك وإنما يعود على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتعقبه من المواق بأن الدار قطني لم يهم في شيء غفي شيء وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب لأن في السياق ما يدل على صرفه للأبعد انتهى وقد وقع البيهقي وقد وقع البيهقي ثم ابن الجوزي فيما خشيه ابن القطال فنسب لفظ ابن المسيب إلى أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع وهو خطأ بين فإن البيهقي أخبر أثر ابن المسيب ثم ساق رواية أبي هريرة فقال مثله وبالغ في الخلافيات فقال وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع في الرجل لا يجد ما ينفق على مرأته يفرق بينهما كذا قال واعتمد على ما فهمه من سياق الدار قطني والله المستعان وانتهى كلامه يعني الكلام هذا فيه نظر باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله فائدة ها هي الشريعة الشريعة الكاملة في مصادرها ومواردها التي لا تصلح الأمم والشعوب ولا يحصل لها الأمن والاطمئنان إلا إذا تمشت خلف نظامها تثبت النفق للأقارب أداء للصلة التي جعلها الله بينهم وقياما بواجب حقوق القرابة وبذلك وغيره من واجبات الشريعة إذا قامت به الأمم الإسلامية والمجتمعات البشرية وجد أعظم مطلوب وهي المحبة الإيمانية والرابطة الإسلامية وبذلك يدوم مجدها وعزها وتكون مرهوبة الجانب صامدة أمام كل عدوان ويشترط لوجوب الإنفاق على الأقارب شروط أربعة الأول أن يكون المنفق عليهم أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به الثاني أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه إذا كان من غير عمودي النسب الثالث غناء المنفق أن يكون المنفق غني الرابع اتفاق الدين بين المتفق عليه لأن الله قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين تجب لأبويه تجب النفقة نفقة الولد لأبويه لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله عز وجل وقوله عز من قائل وصاحب هما في الدنيا معروفة وقوله أن اشكر لي ولوالديك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه فالأم قال هم قال أمك قال امك قال ثم من قال لأنها تحملت مشاق عظيمة وبر الوالدين من أهم الواجبات والأب تعب وتحمل المشاق في الكسب فلابد من بر الوالدين وروى الخمسة رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموالهم ورواه أيضًا ابن حبان والحاكم وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله وأخرج ابن ماجة رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه مرفوع أنت ومالك لأبيك